سلامة الله وبركاته اهلا بكم ابنائي وبناتي طلبة طلبات الصف الاول السانوي انبدأ معكم النهاردة حل الاختبار اتنين حل اختبار اتنين على الفصل التاني على الفصل التاني كتاب الامتحان الجديد صفحة ستة واربعين صفحة ستة واربعين عايزين نشترك في القناة اللي مشتركش في قناتنا مصطفى رجب خبيل العلوم ويضغط على الجرس ويختار الكل ونعمل مشاركات ولايقات كتير لزماننا عشان القناة تنتشر بفضل من الله اولا ثم بمجهودكم معنا عشان القناة تبقى كويسة على اليوتيوب وتاخد مكانتها ان شاء الله هنبدأ على طول من غير من ضيع وقت نقرأ السؤال الاولاني طبعا رقم واحد بيقول لي افحص الشكل البياني او الاشكال البيانية التي توضح العلاقة بين عدد الاحماض الامينية في سلسلة عديد الببطايد وعدد جزيئات الماء التي تخرج عند تكوين السلسلة اي من هزي الاشكال يمثل تفاعل قلب المرة شيء طبي احنا عندنا الاحماض الامينية لما بتتجمع مع بعضها بيتم نزع جزيء مية زي ما احنا عارفين فطبعا اعطينا اشكال ويقول لي عدد جزيئات الماء عدد جزيئات الماء احنا عارفين ان الحمض الاميني بناخد من الحمض وبناخد ايه من مجموعة الامين او مجموعة ايه الامين زي ما قلنا قبل كده ازا في علاقة طردية لان لو نزعنا عشرة بنزع ايه تسعة مية نزعنا خمسين بنزع تسعة واربعين خلاص ازا في علاقة طردية كل ما زاد عدد الاحماض الامينية كل ما زاد عدد نزع جزيئات المية هي نقصة واحد اه بس هي علاقة ايه ترضي يبقى عندها تبقى رقم باق اللي هي اللي عندي تعالوا بقى الشكل التاني ده كويس وفي فكرة حلوة الشكل الذي امامك يمثل سلسلة عديد الببطايد افحصه ثم اجب عدد انواع الاحماض الامينية عدد الاحماض الامينية في هذه السلسلة از عدينا عدد الاحماض الامينية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تتاشر ربعتاشر خمستاشر يا طرد نختار خمستاشر لا في عندي احماض امينية متكررة الاحماض الامينية المتكررة لو احنا لاحظنا مع بعض نمشي خطوة خطوة كده انا عندي الاتش هنا متكرر. يبقى بنهزف واحدة. انا عندي جي متكررة. يبقى بنهزف واحدة. انا عندي السي متكررة. عندي البي كابتل بوك متكررة. يبقى انا هقول له رقم اتناشر عددهم اه خمستاشر. بس هنترح من هم ايه اربعة. يبقى العدد كام? حمضة ايه? اميني. يعني الاجابة في رقم اتنين هتبقى ايه? بقى. نفهم الحتة دي كويس. الاحماض المتكررة بننزعها او بنشيلها. خلاص ناخد بالنا من دي عشان ممكن يجيب لها اي صورة تانية او اي شكل تاني. بعد كده السؤال التالت. تحتوي هذه السلسلة على روابط يطرى تساهمية وايونية? ولا تساهمية وببتدية? ببتدية وايونية? ببتدية فقط. السؤال ده طبعا يعني فيه اه جزء اه كده عايز الزبط. يعني ايه مصر عايز الزبط الروابط اللي ببتدية معروف ان هي عبارة عن روابط تساهمية. يبقى مفعش اقول ببتدية فقط واسكت. ما ينفعش. ببتدية ازا مفعش ايه شكل تساهمية خالص. يبقى رقم بقى هي الاقرب للاجابة. وهي الاسوب للاجابة. اقولها تاني. انا عند الروابط الببتدية بينها وبين بعضها نزع جزء مية وبتبقى ربطها تساهمية اللي بتطلع. وطبيعتها الاساسية بيبتدية. يبقى ببتدية وتساهمية او تساهمية وببتدية. يبقى ثلاثة رقم ايه بقى. نيجي للسؤال الرابع. اي مما يلي لا يحتوى على عنصر الفوسفور ضمن مكوناته? ايه اللي مفعش? عنصر الفوسفور. فيها عنصر الفوسفور. الكازين حمضة امينة زائد فوسفور. انا عندي فيها فوسفور. اذا رقم بقى عندي في رقم اربعة السيروكسين يبارى عن حمضة امينة زائد اليوت. يبقى انا عندي رقم بقى اربعة تبقى ايه? بقى. نيجي للرقم خمسة. خمسة انا عندي الشكل المقابل. اعطيني شكل قدامي اهو. الشكل المقابل يوضح احد الاحماض النووي. التي تحتويها الخلية الحية. من الشكل يتضح ان هذا التركيب يتكون من. طبعا احنا عارفين تركيبة الدي ان ايه? بصفة عامة. يتكون من ايه? نيوكليوتيدة. النيوكليوتيدة فيها ايه? فيها سكر ريبوز. سكر ريبوز. خدناها الوحدة البنائية. ومركزين عليها حتى في الاسئلة اللي انا حطتها لكم. خلاص دي خمسة فيها مجموعة فوسفات. فيها سكر ريبوز. وفي حالة الدي ان ايه? دي اكسية ريبوز. خلاص? عندي هنا اه رقم واحد فيها ايه? قاعدة او قاعدة ايه? نيتروجينية. قاعدة نيتروجينية. يبقى دي اسمها النيوكليوتيدة. طبعا انا عاوز ان ايه النيوكليوتيدة? ما هي النيوكليوتيدة هي الوحدة البنائية لمين? للاحماض النووي. تمام مع احتلاف سكر ريبوز او القاعدة النيتروجينية هنا وهنا المقارن احنا عارفينه. يبقى انا عندي الاجابة سلاسة وحدات بنائية متمثلة طبعا غلط. لان القاعدة النيتروجينية غير الوحدة التركيبية بتاع سكر ريبوز. يعني القاعدة النيتروجينية دي بنعتبرها زي البروتين. ها? سكر ريبوز بنعتبره كربايدرات. فوسفات بنعتبرها من ليبيدات. ولذلك بنقول النيوكليوتيدة بتعتبر ايه بوليمر وايه منومر مع بعض. يبقى في الحالة دي رقم خمسة هتبقى الاجابة سلاسة وحدات بنائية متباينة. متباينة يعني ايه مختلفة زي ما احنا شفنا الشكل قدامنا. نيجي رقم ستة كل من ما يلي يحتوي على انصر نيتروجين ضمن مكوناته ما عادة. يا طرق ايه اللي ما فيهش ايه نيتروجين. شيء طبيعي نبص كده. وحدة بناء الحمض وحدة الالبومن. انا عند اللي ما فيهش بروتين ايه? وحدة بناء النشا. اللي هي السكر الكولوكوس. طبعا رقم ستة هتبقى ايه دال? رقم ستة هتبقى دال. نيجي رقم سبعة. اي العبارات التالية صحيحة? يتكون دي ان ايه من في الخلية من البروتين? طبعا لا. يتكون البروتين من الدي ان ايه. ويخزن في الخلية. طبعا غلط. يتحكم الدي ان ايه في تكوين البروتين في الخلية? دي طبعا ممكن نقف عندها شوية. الدي ان ايه بيتم نسخة منه ايه? الار ان ايه. الذي يتحكم في تكوين البروتين. يعني الار ان ايه اللي بتحكم اه. بس طلالة من الدي ان ايه? ازا الدي ان ايه الماستر هو الرئيس. او هو الرئيسي. خلاص انا عندي سبعة هتبقى ايه? جيم. سبعة تبقى جيم. تمانية تمانية. يعتقد العلماء ان الميت كونديريا تشبه الخلية المستقلة وذلك بسبب انها اه اساس كل حاجة طالما قال لي تشبه الخلية المستقلة. ازا اساس الخلايا كلها واساس الانوية في جميع خلايا جسم الانسان انها تحتوى على ايه? الدي ان ايه. هنقول تحتوى على دي ان ايه ور ان ايه? الار ان ايه بيتم نسهم الدي ان ايه. ازا الدي ان ايه زي ما قلنا هو الاساس ازا الاجابة عندي تمانية هتبقى ايه? الاف. نيجي للسؤال رقم تسعة. سؤال رقم تسعة. يختلف الهيموجلوبين يختلف الهيموجلوبين عن السجر في كل مما يأتي ما عادة. طبعا يختلف الهيموجلوبين عن السيروكسين في كل ده ما عادة. اولا بيختلف الهيموجلوبين في عدد الاحماض الامنية. يختلف في نوع الاحماض الامنية في ترتيب الاحماض الامنية. ده كله اختلاف ما بين الهيموجلوبين اللي هو حمضة امين وايه حديد. هنا حمضة امين وايه ويود في اختلافات. خلاص ما عادة نوع الروابط كيميائي. يبقى الرابط الكيميائية بينهم ما بين الايه الرابط الايه اللي بابتدية ديت ايه موجودة ومشتركة ما بين الاتنين. ولكن الاختلافات بقى في عدد الاحماض الامينية. في اختلافات في نوع الاحماض الامينية. نوعها وترتب. خلاص. يبقى انا عندي رقم تسعة هتبقى ايه? الف. تسعة تبقى الف. نيجي للسؤال الاخير رقم عشرة. نظامه ايه? بيقول للشكل مقابل. بوضح جزء من دي ان ايه? اي مما يلي يحتوي على مجموعة فوسفات. نبص الاشكال اللي هو عملها لي هو محدد لي حاجات. خلاص يعني ايه محدد حاجات? اولا عشان الفوسفات يبقى متكون نعرف ان هي العلامة اللي هي الحمرة دي. العلامة الحمرة دي مجموعة فوسفات. ده سكر ريبوز وده اتفقنا الدرج السلم اللي احنا بنطلع عليه. درج السلم ده القواعد النيتروجينية. يعني دي قواعدة نيتروجينية وسكر بس يبقى واحد لا. ها? اتنين. اه عندي قاعدة نيتروجينية بس عشان نفهم بس احنا هنجاوب ازاي? انا عندي تلاتة فيها القاعدة النيتروجينية والسكر وفيه مجموعة الفوسفات الحمرة. يبقى تلاتة صح. تمام. يبقى طب مهدال فيها تلاتة. لكن اتنين لا. اتنين ملاحظين اللي معلمني على القاعدة النيتروجينية بس. رقم اربعة فيها الفوسفات فعلا. يبقى اللي جاب عندي هتبقى رقم جيم تلاتة واربعة. خلاص يبقى تلاتة واربعة اللي هي ايه? رقم جيم. يبقى رقم جيم. ده السؤال ايه? العاشر. لكن اخر حاجة النهاردة طبعا احنا شغالين الفترة اللي احنا فيها ديت حاليا في اي اسئلة فيزيا كيميا احياء على الاختيار بقدر الامكان الكيميا ساعات عشان المعادلات وعشان نفهمها لكم. ساعات بنعد ايه? المقالية. ولكن معظم الحاجات الوقت كلها ايه? اختياري. خلاص. يبقى دي بالنسبة للجزئية اللي عندنا هنا ان شاء الله. اه مستر مصطفى رجع بيحييكم مدينة الدوميات الجديدة. الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.